اهلا سهلا فيكم من الجديد بدرس اليوم. ازا الله اراد الدرس اليوم بدي يكون تابع للفيديو السابق. مش هو زاته يعني جزء تاني لقلو. بس رح بعتبره تابع لقلو. آآ لانه تقريبا عم نحكي عن نفس الفكرة. هي كافر آآ للسيدات او غطاء للرأس للسيدات. آآ بينشغل من فوق لتحت هالمرة. يعني من آآ قمة الرأس للأسفل لعند الرأبة. الفيديو يلي قبلو اشتغلته من تحت لفوق. لهيك قلت لكون انه تابع لقلو مش جزء تاني. كمان بهالدرس رح بنعوز نفس الادوات بس رح بنضيف عليهم ابرة اصغر. يعني بدنا مقص وابرة تنضيف. آآ وستيتش ماركر ووحدة القياس. وخيطان كمان مئة وسبعين او مئة وثمانين جرام. آآ بس هالمرة نفس الابرة ستة ونص رح بشتغل فيها. واخدت ابرة اصغر. بس نص آآ نمرة. يعني هاي ستة. يمكن مش واضحة عندكم. رح اكتب لكم الارقام بالديسكريبشن بوكس. بسندوق الوصف. عم باكتب لكم لاياسات الابر والخيطان يلي استخدمتها. والادوات يلي بنعوزها. حتى حطيت لكم لينكات لجروب بتاع الكروشي بيروت. يلي عم يسألوا اكتر عليه هو على الفيسبوك. وفي بيج كمان على الفيسبوك نفس الاسم وفي انستجرام. اي حدا عنده اي استفسار. ان شاء الله بنتواصل معكم ع اي صفحة من هم. هاي كل الادوات. قبل ما نبلش رح فرجيكم كيف ناخد الاياس. بالنسبة لهالكافر هيدا. او للغطاء هيدا. آآ وبس بدي لكم انه في تشتغلوه لاي عمر. بس تاخدوا الاياسات وبتدونوها عندكن. بتباشروا بالعمل. ونفس الطريقة بتتبعوها بالفيديو. بس مع اياساتكن انتو. اياسات يلي اخدتوها وكتبتوها عندكن. بيتطبق لاي عمر. رح بستعين بهاللعبة لفرجيكم كيف فيكن تاخدوا الاياسات مشان تقدروا تعملوا غطاء الرأس هيدا لاي عمر. اول شي نجي من اسفل من هون من اسفل الرأس. لعند وسطه. ناخد بنحط هيك المزورة. هون الوسط. شايفين هون دولاب الشعر. هيدا وسط الرأس. طبعا بتجو هيك او بتجو هيك مش غلط. يعني ازا جيتو من فوق لتحت او من تحت لفوق هو نفسه الاياس. بنجي بنعمل هيك. هون على اللعبة تماني سنتي. اكيد على الاشخاص العاديين هيكون اكتر. لهيك كل حدا بده يعمل كافر متل هيدا بيحط ورقة وقلم حده. وببلش يدون الاياسات يلي عنده. هلا بنعتبر هون لهاللعبة تماني هيك سنتي. بنرجع بناخد محيط الرأس بس بدون الجبهة. هاي الجبهة. الجبين. بناخد محيط الرأس كأنه عم ناخده. بهالشكل. هي من هون عند منبت الشعر هون. بنبرم بهالشكل. لنوصل لمنبت الشعر من تاني ميلي. ناخدها بهالشكل. اخدنا هيك محيط الرأس مع ده الجبهة. والارتفاع من الخلف. هلقي يا سان بدنا نبلش الشغل يعني عليهم. طيب هون انا اخدته. قدي بيطلع عنا. بنكتب. هون 23 سنطي طبعا لانه للعبة. على الكبار اكيد رح بيختلف. ناخد الاياسات بندونهم وبنبلش مباشرة بشغلنا. الاياسات يلي بدي اشتغل فيها ع حدا كبير بده تكون طبعا مختلفة. يعني لانه عم بعملها هاي دي الكفر للسيدات. هيا بعتبر هون الرأس. من الخلف. من نصف الرأس للاسفل. بدي عشرين سانتي. وقلنا محيط الرأس بس بدون الجبهة. محيط الرأس بدون الجبهة. بديها اربعين سانتي. طبعا بنكتبهن منشان نحفظهن. منشان احنا وعم نشتغل او ازا حبينا نكررهن نكون عارفانين الاياس. هيدا اللي عم نشتغله اليوم هو كافر فور هيد. الشغل راح يبدأ من العشرين سانتي. بدنا نعمل سناسل اياسون عشرين سانتي. شين بيساوي عشرين سانتي. اول شي راح بيسحب الخيطان من الوسط. دايما بفضل اسحبهن من الوسط لانه اهون بكتير ما اسحبهن من الخارج وصير ركده للكب كوبي معي. لأ بسحبهن هيك من الداخل. بس تحطي هيك بالداخل تفتشي عليها بتلاقيها. احيانا في بعد ما بلفوه للخيط بيكون مبين شقفهنه. هيدا بيكون يعني الافضل. المهم بعد ما بنسحبهن شوف اللي ما بتسحبهن احيانا بيطلع معيك هيك. مش مشكلة. مش مشكلة بترجع هيك بتفكي في كيون. بس اهون ما انه تسحبه من برا والدل عم بتركض معيك الكبكوب والدل عم بتفكي فيه هيا بسحب من كبكوبين عم بستخدم كمان خيطان نصوف. الون كريستال. آآ هيدا خيطان كمان هون شغل لبنان. هي باخد بداية الكبكوبين لانه بدي اشتغله كمان عطائن. بجرب اعمل كمية خيطان مشان ما اتلبك انا وعن بشتغل اوقف شغلي واقعد فكفك بالخيطان. لانه اكتر المرات بيطلعوا هيك من جوه. آآ اي اخطاء بتحصل او اي مشاكل بحب لكم عليها مشان ما تستغربوا خصوصي المبتدئات. وتفكروا انه بس انتم بيصير معكون هيك. لأ كلنا بيصير معنا هيك وبصير معنا مشاكل واحيانا خيطان جدادي بيطلع بيناتهم عقد. لهيك بتكون تنتبهوا آآ انه ما تخلو هالامور اتعقدكم. بدي استخدم الخيطان عطاءين مع ابري رقم ستة ونص. ما قلت لكون يعني ما كتبت لكون ياهن هون بس بدي لكون انه انا استخدمت ابرتين كروشي اياس ستة ونص واياس ستة. اول شي هلا رح بستخدم الستة ونص. رح بستعملها مع خيطان عطاءين. بالبداية بدي اعمل قطب سنسال ليصير اياسهم عشرين سنتي. نعمل قطبة البداية. ونبلش نعمل سناسل. عملت السنسال وصار اياسهم عشرين سنتي. بتوقف لانه بدي بلش اعمل القطبة. هلا بنبلش بالقطبة بدنا نعمل عمود ببرمي. بس اول شي بنعمل بالبداية تلات قطب سنسال. كارتفاع عمود اول. بيجي بالقطبة الرابعة بعمل عمود ببرمي. كمان باللي بعضة. بدي امشع كل قطبة السنسال عمود ببرمي. وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلتوا كله عميد. طلع معي تسعة وعشرين عمود. المهم بدي ارجع اجي عند القطبة اللي فوق ما بدي ارجع برجوع. لأ بدي اشتغل برم. يعني بدي ابرم هيك البرمة كأني عم بشتغل بشكل بيضاوي. لامشي عن نفس العواميد. لهيك قلت لكون عدد العواميد. اللي احنا عم نشتغل بالسانتي يعني ما بيهمنا عددهم. بس اهم شي انه بما انه تسعة وعشرين عمود يصير بالمقابل كمان تسعة وعشرين عمود. لهيك قلت لكون العدد. بس بالقطبية اللي فوق هون بدي ارجع اعمل بعد عمود. كمان عمود. بس لناخد شكل البرمة. تبرم معنا. كمان عمود. يعني اشتغلت تلاتة عواميد داخلها. اياهم. وهي اصلا فيها عمود. صاروا اربعة. ولما ابرم بدي اضطر اعمل بالمقابل عمود هيصيروا خمسة. يعني اخر قطبة سلسال فيها خمسة عمود ببرمة. برجع بيجي على القطبية اللي بعدها. وببلش بعمل العواميد دي اللي بالمقابل. كمان عكل قطبة عمود ببرمة. هالخطان باخدهم بخفيهم عطريقه. هي واحد. اتنان. وبستمر لاخر السطر. وصلت لنهاية السطر وبدي ارجع ارتفع بسطر جديد. بس بدي ارجع برجوع. يعني برتفع قطبة سنسال وببرم الشغل لانه انا ما بدي ابرم برمي كاملة. هونيكي فوق ارتفعنا آآ وعملنا برمي كاملة يعني متل شكل بيضاوي لانه بدنا نعملها من خلفية الرأس. نخليها تاخد هيكي شكل ارك. اما من هون هو عند الرقبة. بدنا يضل جالس. لهيك برتفع قطبة سنسال وحدة بس. وببرم السطر. برجع. بعمل عمود بنفس المكان لان ارتفعت قطبة سنسال وحدة. بعمل عمود. برمي. وبرجع بمشي عكل عمود عمود. كمان لوصل لاخر قطب. بس مش للاخير للاخير. لأ. بدي اوصل لاخر قطب. على هن. يعني على السنسل الاصلية. لانه ازا بتتذكروا. نحن هون عملنا تلاتة عمود زيادة داخل اخر قطبة. منشان نضل حافظينهم فينا نعلم بتبابيس. منشان ما ننساهم. هيدول ايه? اخر واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة. رح نعتبرهم اخر خمسة هون. هن يلي رح نشتغل فيهم بعدين تزايد. بالسطر الجايد. لهيك بدي اعلمهم. منشان ما ننساهم. اياهم. واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة. حطيت قبلة من هون دبوس وقبلة من هون دبوس. لانه ما بدي اعمل تزايد زيادة عن اللزوم. وصلت لعند الدبوس صار فيني شيلو. بشتغله عمود عادي. بيجي هون عند الخمسة. الخمسة ما كانوا تزايد. كان بس تلاتة يلي بالوسط هن التزايد. وانا بدي اشتغل تزايد على تلاتة يلي بالوسط. لهيك بشتغل عمود. كمان عادي. عمود ببرمي. برجع بفوت. بالقطب يلي هي بلش التزايد يلي هي واحد واثنان وثلاتة. عا كل واحدة من هون بدي اعمل عمودين. بجي بعمل عمودين. من شام مضيع انا وراجعة صار فيني يحط هون دبوس. كمان عند اخر عمود ما خصنا فيه. هون بلش التزايد. حطيت دبوس. كمان مش همضيع. هيا عا كل عمودة من التلاتة رح بعمل عمودين. هون بشتغل عمود عادي لانه هيدا هو يلي كان من الاساس على السناسل. بشتغله عادي. وبقيم الدبوس. لانه كمان مطرح الدبوس رح بشتغل عمود عادي. بس رح خليه للدبوس على العمود هيدا. يلي اشتغلته هلأ مباشرة. ليصير متله متل يلي هون. يلي بالمقابل يعني. وصلت لنهاية السطر التاني وبدي ارجع برجوع. كمان برتفع. قطبة سنسال واحدة. وببرم. الشغل. وبعمل عمود بنفس القطبة. عمود ببرم. برجع بمشي. عكل العواميد كمان لو اوصل لعند التزايد. وصلت عند الدبوس صار فين ايه ايمو. اشتغل محلو عمود عادي. وصلت هوني عندي التزايد. هيون هي عمودين وعمودين وعمودين. بشتغل باول عمود عمودين. ليصير عندي تزايد. بالعمود يلي حده بشتغل عمود واحد بس. بدي هيك يصير شكله التزايد. بيجي عند العمودين التانين بكرر نفس الطريقة. بعمل عمودين وعمود. كمان بدي يكررها مع القطبة التالتي. هيك بدي يصير التزايد. بيجي هون القطبة التالتي. يلي فيها عمودين. كمان بعمل باول عمود. عمودين. وبالتاني عمود واحد بس. وصلت عند الدبوس صار فيني ايمو اشتغل مطرحه. كمان هون عمود واحد. وبكمل عمود عمود لنهاية السطر. رجعت بلشت سطر جديد. ارتفعت قطبة سنسال واشتغلت تعواميد لوصلت لقبل التزايد. هيدا السطر الرابع. هي واحد اتنين تلاتي اربعة. هوني قبل التزايد بعمود. بدي اشتغل في التزايد. هالمرة بدي بلش قبل التزايد بعمود. يعني مش عليهم رأسا لا قبلهم بعمود. منشان تريح من الخلف الرأس لانه بخاف آه انه تعمل هيك متل موديل تتدعبل ع بعضها. مشان ما تتدعبل ع بعضها. بدنا يصير فيها شوي هيك توسيع. لهيك بيجي قبل بعمود. من التزايد هيدا. بشتغل عليه عمودين. عالتاني بعمل عمود. عالتالت بدي اعمل عمودين. لانه بدي هالقرنة تكون مريحة. ما تكون من عند الرأس من الخلف. يعني تطلع من الرأس هيك تبين كتير بشعة. لأ بدنا يتبين حلوات شي هيك مسطحة. برجع بعمل عمود. كمان عمودين. بعدني هون عند التزايد. هي متل ما شايفين. هيدا اخر تزايد. هون فيه. هون عمود وهون تزايد وهون عمود. انا بدي يوصل لهون. لعند هيدا. هيا اخر شي عملت اتنان. بعدين عمود. برجع اتنان. كمان عمود. وعمودين. بما انا وصلت لهون بعمودين. خلاص معناه على العمود يلي قبل هيصير عمود واحد بس. اهم شي انه يبين علينا انه من هون لهون. اشتغلنا التزايد. هيا عمودين وعمود. عمودين وعمود. متل ما ملاحظين. ارق بعدها بس اه مسطحة. من شام ما تصير من وراء عاملي هيك. ازا ما بنعمل تزايد مريح للرأس خصوصي للرأس الكبار. اه رح تتبع جرع بعضها. لهيك حسب الرأس بتعمل التزايد. يعني ازا عم تشتغلي لقياس اصغر ممكن يكون بده تزايد اقل. اما للاكبر تزايد اكتر. اتفعت قطبة سنسال ورجعت بالعواميد ورجعت برجوع لوصلت لعند التزايد. بس رجعت لفرجيكون انه على كل قطبة رح بعمل قطبة وحدة بس بدون تزايد. هون بلشت تزايد. رح بعمل عاكل قطبة عمود واحد. كررت عمل الاسطر روحة رجعة لصار لاياس المطلوب. لاياس هو قلت لكم اربعين سمتي يعني النص عشرين. نجي بنطلع هيك صاروا عندي اتنين وعشرين. يعني مش بس عشرين. معلش هي ازا بنحب نزودة اكتر فينا نزودة اكتر من هالعرض. وساعتها بنقدر نتنيها. ازا بتكون تتنوها. بتكون ياها لأ تضل هالمستوى هيدا ماشي الحال. طيب هلأ هون ايه صار اتنين وعشرين يعني صار عندي المحيط كله اربع واربعين. هيا صار لاياس تمام. صار فينا نسكرا. هلأ المرحلة التانية بنا نشتغل من الاسفل. بجيب سكر باخد هيك يا قطبتي. بزبط خيطاني بوصل لتاني ميلي. بدنا نسكرا عبعضها. نفوت باول قطبة ونسحب الخيطان من الاتنين. يعني بدنا من الاتنين بقصد من اليمين ومش مال. يعني بفوت هيك بالقطبة هاي. بسحب الخيطان وبمرره من الاتنين. بيكون نوصلوا الجهتان ببعض. هيك تسكرت. صارت الشابو تمام. كمان فينا قبل ما نسكرا نقيسها ونشوف ازا زبطت خلاص متل ما احنا بدنا بنكمل شغلنا. بهالمرحلة فيني كفي بالابرة ستة ونص وفيني اشتغل بالابرة رقم ستة ازا بدي يصغر اكتر او يديق اكتر عند الرقبة. بغيروا الابرة. للاصغر. كمان بنبلش نرتفع قطبة سنسال وبنشتغل عمود ببرمي بس هالمرة بالعرض. بنشتغل مع اول قطبة. بنعمل عمود ببرمي. بنرجع بنفوت بالفراغ. بنشتغل عمودان. هاي عمود اتنين. كمان هون في فراغ. بنفوت وبنعمل عمود ببرمي. ما بدنا نترك فراغات. منشان تجي الابة مرصوصة عبعضة. كمان هون. وبنكرر لنهاية السطر. كلها عواميد. كمان ما شايفين بتلاقوا هيك فراغات. ثقوب صغيرة وسقوب عريضة. هيك ثقوب صغير وثقوب عريض. العريض بعمل فيه عمودان. والرفيع بعمل فيه عمود واحد. وصلت لاخر محيط الدائرة. اشتغلت علي كل عواميد لوصلت للنهاية. متل ما شايفين بالفراغ العريض عملت عمودان. وبالفراغ القليل عمود واحد. لصارت كل العواميد. رجعت وصلت للبداية. تفوت هيك بالابرة لأعمل منزلكة. لتوصل بين اتنان. الميلتان. تسكرت الدائرة. صار عنا محيط نمشي عليه بشكل دائري. بارتفع قطبة سنسان. وببلش بعمل على اول عمود عمود امامي. وعلى عمود التاني عمود خلفي. يعني القبة بدنا نشتغلها هوني عند الرقبة بدنا نشتغلها قطبة عمود امامي وعمود خلفي. كمان بستمر فيها للقطبة عكل الدائرة او المحيط. بوصل للبداية بسكرة بمنزلكة وبرجع ببلش من جديد. بشتغل القبة كلها او محيط الرقبة. اه كله بقطبة عمود امامي وعمود خلفي. اه لانا بتعمل هون متل ليجرة وبتصير بتضمع بعضها. وبنفس الوقت تقدر تمر من الرأس والواحد مرتاح. وفينا قبل ما نكفي ونعمل كتير اسطر انقيسها قبل. نشوفها بتمرق من الرأس او لا. اه فينا نكفي كزا سطر لنوصل للطول يلي بدنايا. بعد ما كررت على القط بعدة اسطر صار بدي ايسها بالمازورة ادي صارت. هيدا السطر يلي بلشنا فيه. بيجي بحط عنده المازورة لحدية ما وصلنا. صار خمستعشر سنتي. خمستعشر سنتي هو طول الرأبة يلي عم بشتغلها هون. كان ممكن تكون اربعتاش بوقف عندها. ازا طولها تلتعاش بوقف عندها. كمان فينا نطولها اكتر للأبة ازا حبينا. آآ بس هون لانه سميك كتير القطبة ما بحاجة تكون عطاءان. لهيك اكتفيت بقياس الابة او الرأبة الاصلي. يعني ازا القياس آآ مثلا اربعتاش خمستعشر سنتي بوقف عند هالقياس. ما في داعي نعمله عطاءان متل لما عملنا بالفيديو السابق. جينا البيج عملناها قدي الابة عملناها اتنان. هون ما في داعي. لانه اخترنا هالقطبة. اما ازا اخترتي قطبة تاني اخاف. ممكن تعمليها اكتر وتجيبت اتنية. بس هون ما بيحاجة للتاني. لانها سمكت. لايك بس اوصل لنهاية السطر. عملت قطبة تسبيت. صار فيني قص الخيطان ونظفوهن. نعطيهن طبعا مجال. لنرجع ننظفوهن بابرة التنظيف كله للداخل. هيدا شكلها كلها صار. آآ طبعا راح فرجيكم كيف فينا نتنية. بس حبيت بالاول فرجيكم كيف صارت من الخلف. بدون ما نخيط وبدون ما نعمل اي تانيات. بس بطريقة التزايد. هلأ هيك نعتبر انه نظفنا الخيطان. نفوتها هيك للداخل. بتصير الابة داخلية. بصير هيدا شكلها. متل ما قالت لكم. بتكوا تزاودوا اكتر وتتنوها ممكن. خلاص هيك بتكم بس تيجي على الوجه ممكن. بالنسبة للاطراف هون. يلي بيجو حوالين الوجه. فينا نعمل لن زخرف بسيط. او فينا نتركن هيك سادة. او ممكن نعمل لن بقطبة الحشو. كمان في طريقة الزخرف. بفردة هيك للكفر. وبجلسها هيك باتجاهي مشان بلش اشتغل على الاطراف. بحضر خيطان خارجية بعمل قطبة على طاق واحد الخيطان. منشان ما تصير كتير سميكة حوالين الوجه. بيجي من بداية السطر. او من الوسط او من بداية السطر. متل ما بدك. مش مشكلة ابدا. المهم نسبت الخيطان. هيا نسبتهم. وببلش بعمل قطبة سنسان. وبفوت داخل القطبة نفسها. بعمل عمود ببرمي. وعمود تاني ببرمي. برجع بيجي على القطبة اللي بعدها. وبعمل قطبة حشو. كمان فوت على القطبة اللي بعدها هي هون مبينين هن القطب. عكل هون عمود. هاي قطبة. فوت باول وحدة بعمل عمود ببرمي. كمان عمود ببرمي. بعد عمود ببرمي. فوت على القطبة اللي بعدها. قطبة حشو. لتاخد هالشكل شكل أناطر برجع بفوت بالقطب ياللي بعضها هي بعمل عمود ببرمي عدد ثلاثة بترك بفوت باللي بعضها لأعمل حشو يعني بقطب بعمل ثلاثة عمود ببرمي وبقطب حشو تاخد هيك شكل مراوح أو أناطر برمت بالقطب عكل محيط الوجه وصلت لنهاية السطر أولى عند القطب اللي بلشت فيها بجي لعند القطب بفوت بالقبرة وبعمل منزلقة لأختم الشغل برجع بعمل قطب التثبيت بقص الخطان كمان بعطيهم نطفة مجال من شان نظفهم للداخل بننظفهم كلهم بابرة التنظيف ليختفوا كل شي خطان مبين معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة درسنا لليوم. بتمنى يكون كنهين عليكم وتكونوا حبيتون. بدي اشكركم جميعا على الدعم والمتابعة الدائمة للي. بدي اتمنى لكم التوفيق والله معكم.